السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتي مطبخ ايمان واطف. النهاردة ان شاء الله هقدم معاكم وصفة للكنافة لذيذة جدا وصحية ومكونات بسيطة ومن غير فورن كمان. انا اه بجيب الكنافة وبشالها في الفريزر. وبياخد منها بتبقى تكسرها بيكون اسهل بكتير. فا اه هاخد نص الكمية وده نص كيلو. هعمل كل الكنافة اللي انتم شفتوها دي بربع كيلو بس. فتعالوا مع بعض نشوف عملناها ازاي وبحشوة مختلفة وكمان بسمنة اقل ويعتبر ما فيهاش سكر خالص يعني. الاول انا كسرتها زي ما احنا شايفين كده بالطالقة دي. تمام. كسرتها بالشكل ده. هاخدها في حلة على النار. هحط فيها تلات معالق كبار من السمنة البلدي. وهبتزي ان انا اقلب فيها كده على نار هادية. لحد لما لونها يتحول كده للون الدهبي الجميل اللي احنا شايفينه ده. الكمية دي زي ما قلتلكم ربع كيلو. هقسمهم بالنص. علشان هعمل زي شكل تورتة كده وهنحشيها بحشوة جميلة جدا. ولزيزة وسهلة. فبعد ما اخد نص كمية الكنافة اللي انا حمرتها على النار من فوق. هحط عليها معالقة كبيرة من عسل النحل. مش هستخدم سكر خالص زي ما قلتلكم. هجيب بقى الا 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 اللي انا هحط عليها التورتة بتاعتي. وده لو عندك صنية ممكن تستخدميها ما فيش مشكلة. فحط فيها كده اه من اه اه هغلفها من جوة. بالفاكيوم الشفيف. عشان لما بعد كده اشيله تبقى سهلة. وهنزل بنص كمية الكنافة اللي عليها معالقة العسل النحل. وهفرشها كده. في القالب او في الطوق اللي عندي. بالشكل ده. بعد كده بقى هروح اعمل الحشوة اللي هنضفها. معي لتر من الحليب. يفضل يكون حليب كامل الدسم. عشان مش هستخدم اشطق. في الوصفة دي ولا كريمة لباني. كل لتر من الحليب بياخد اربع معالق كبار من النشا. هقلبهم على البارد. مش هستخدم سكر. هحط فانيليا بس. ولا هحط عسل ولا سكر. فالحشوة دي اللي فيها عسل ولا سكر. بس بيبقى طعمها جميل جدا وبتبقى خفيفة. زي ما احنا شايفين بعد لما حطتها على النار وتقلت وغاليت بالشكل ده. هنزل بها وهي سخنة كده على الكنافة وبعدين هدخلها التلاجة علشان طبقة آآ الكريمة زي تتماسك. بعد كده هنزل ببقية الكنافة. طبعا بقية الكنافة دي برضو دفت عليها معلقة من العسل. ونزلت بيها كده على طبقة الكريمة. بعد كده بقى هزينها آآ بعد لما هفرد الكنافة هزينها تزيين بسيط بالمكسطرات. لو عايزين بقى تتجيفوا اي تزيين بتحبوه آآ انا ضفت هنا آآ لوتس. طبعا ممكن لو عايزين تتجيفوا اي تزيين مش عايزين تحطوا تزيين خالص براحتكم. بس دي معلقة بسيطة كده من اللوتس. وبعد كده ضفت مكسرات. بعد كده بقى هدخلها التلاجة وهشيل طوق. ممكن تاخدوها معاكم العزمات. لو رايحين لحد هتعجبهم جدا. خفيفة والسكر بتاعها قليل. وفي نفس الوقت اسمنا بسيطة خالص فيها. كمان لو تلاحظوا ما ضفناش سكر خالص ولا شربات. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جديدة. ما تنسوش اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.